أصبحنا اليوم على مجزرة حقيقية حصلت بحق أهل آل أبو نصر في عمارة مكونة من عدة طوابق يوجد فيها أكثر من 300 شخص ما تم التعرف عليه لحد هذه اللحظة أكثر من 90 شهيد وهنات أكثر ما وصل إلى مستشفى كمال عدوان أكثر من 45 إصابة لحد هذه اللحظة أصبحت مستشفى كمال عدوان ومحيط مستشفى كمال عدوان منقوبة طبعا نتحدث عن إمكانيات صفر نتحدث عن مسلزمات صفر نتحدث عن كوادر الطبية صفر بعد اعتقال عدد كبير من كوادر الطبية المتخصصة في الجراحات للأسف لم يتبقى في مستشفى كمال عدوان إلا طبيب واحد نتحدث عن إصابات حرجة متقدمة تحتاج إلى وفوط طبية تناسي طبيعة الحالات أو إصابات لتصل إلى مستشفى كمال عدوان كذلك لا يوجد مركبة أسحاب واحدة في شمال قطاع غزة من يستطيع أن يصل لمستشفى كمال عدوان يطلقى لإصعافات الأولية ومن لم يستطيع يموت في الشوارع هذا هو حالنا سنفقد كل ساعة من أحد هؤلاء الجار حيتحولوا إلى شهداء يعني صراحة وضع مأساوي بكل ما تعني الكلمة من معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر